أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات إيحا حلقتنا النهاردة عن الكنافة والأطايف ده الكنافة والأطايف دول طلعوا جمزين قوي ده الأدب والشعر العرب القديم اتكلموا عن الكنافة والأطايف أو الله زي ما بقولك كده ده حتى الإمام جلال الدين الأسيوتي كتب رسالة شعر اسمها منهل الأطايف في الكنافة والأطايف والله تنفع أغنية حلوة قوي كان السباق هنا بقى بين الشعوب من اللي اكتشف الكنافة والأطايف الأول إحنا ولا الشام محمد سيد الكلاني المحقق البارع في الأدب والشعر العربي عمل دراسة في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي وكان عنوان الدراسة دي شهر الكنافة والأطايف وتنشرت في مجلة الرسالة الشهيرة في عددها 888 عام 1950 ميلادية وقال عن الرواية الخاصة بمعوية بن أبي صفيان وأكله للأطايف وإن هو قد إيه استمتع بيها وقال إن هي لو كانت ظهرت قبل كده كان أكيد الشعر اللي قبل معوية بن أبي صفيان اتكلموا عنها في شعرهم وفي أدبهم لكن معوية بن أبي صفيان كان أول مرة يدوق الكنافة لما دقها في عصره وده يعني إن هي ظهرت بداية من عصر معوية بن أبي صفيان مش قبل كده والدليل إن هم بيذكروا دايما الشعر في أكلتهم كلها ولكن ما كانش فيه أي أثر في الشعر للقنافة ولا الأطايف معنى كده إن هم ما اكتشفوهاش قبل العصر بتاع معوية وهنا بقى تلاحظ إن الشعراء المصريين كانوا أول شعر تلفظ فيه اسم الكنافة في أشعره وأول من غنى بيها كان الشعر أبو الحسن الجزار المصري وقال بقى إيه في شعر الكنافة والأطايف قال فيها يا سيدي سقى الله أكناف الكنافة بالقطر وجاء عليها سكر دائم تدره وتبا لأوقات المخل لأنها تمر بلا نفع وتحسب من العمر يا سيدي على الشعر اللي تقال في الكنافة وقالوا إنها انتشرت لما قدموها المصريين كهدية للمعزل دين الله الفاطمي أول ما دخل مصر أما بقى عن القطايف فقالوا إن هي ظهرت في العصر العباسي واشتهر بيها شعر ابن الرومي وكشاجم وغيرهم من الشعر وفي منهم اللي شبهها بحقاق من العاج وناس تانية شبهوها بوصائف بجانب وصائف وفي منهم اللي شبهها إن هي رصت في الأطباق كالمصاليين الذين يسجدون وراء الإمام تعالوا بقى نسمع قالوا إيه في الأطايف لله در قطائف محشوة من فصدق دعت النواظر واليدة شبهتها لما بدت في صحتها بحقاق عاج قط حشينة من زبرجدة حتى يعني الشعر كان بيتقيل في الأكل بطريقة تخليك يتفتح نفسك كده للأكل مش زي دلوقتي نيجي بقى لإسم الأطايف وليه سموها كده من الأساس سموها يا سيدي كده لأن هم شبهوها بالقماش القطيفة المحمل انتم متخيلين المعنى؟ وإنها لما تقدمت للناس أول مرة شبهوها بكده وتقدمت على شكل مختلف تماما كانت عبارة عن فطيرة محشية ومتقطعة بطريقة عشان يقطفها الضيوف بطريقة معينة عشان كده لقبوها وقتها بفطيرة القطائف بعد كده لما دخلت العمية بقى واقتحمت اللغة العربية سموها بدل فطيرة القطائف إلى قطايف زي ما احنا بنقولها دلوقتي وده يأكد لنا أن كل حاجة في شهر رمضان الفضيل كانت ترجع إلى المصريين وأن المصريين هم أساس اختراعات أي حاجة في شهر رمضان من أول الأكل والفنوس والزينة والاحتفالات وكمان الروح المصرية اللي عمرك ما هتلاقيها في أي بلد أيا كان والمصريين دايما هم أساس كل حضارة وكل تاريخ استنوني في سر جديد من أسرار التراس الرمضاني في إياحة